أنا عميد وبفكر كده أشتريشة ليه في أي مكان من الأماكن الحلوة الجديدة إيه اللي خليني أجي الجلالة بالتحديد؟ خلينا نتكلم بصراحة فكرة مدينة الجلالة هي مدينة عالمية وانشأت على صفح الجبل بارتفاع 750 متر عن سطح البحر المدينة ده اتجاه جديد جداً للسياحة والسكن أولاً المدينة الجلالة دي إحنا موقعنا طبعاً من أميز المواقع الموجودة كالوكيشن موقعنا على الكورنيش الجبلي وده أميز حتة موجودة في المدينة الجلالة اللي قدامك البحر قدامك الجبال مدينة الجلالة فيها زي عاملين كومباوند بتكاون من 56 فدان نسبة البناء فيه 18% فانت نسبة البناء فيه أريحية فيه طاقة إيجابية فيه المكان حاجة تناسب كل الناس عندنا عاملين جوا المشروع نفسه زي بحر صناعي عاملين شلالات عاملين مركز للطاقة الإيجابية العلاج للطاقة الإيجابية وده إنت لو إنت موجود في المكان هنا إنت حاسز بطاقة إيجابية إنت وإنت موجود حاسز بأكسوزين مختلف عن أكسوزين موجود تحت صحيح يعني تحت الجوا كان حر قوي إحنا طبعا إنت عارف إن كل ما بتطلع بفوق سطح البحر بتقل درجة الحرارة بتقل درجة الحرارة فالجابة مختلف رتوبة مش هتلاقي رتوبة دور على المناطق السحلية زي شار مشيخ كل كده هتلاقي نسبة الرتوبة عالية جداً لكن إنت فوق الجبل إنت منك للسماء على طول فبالنسبة لك الموضوع فيه استمتاع بشكل مختلف عن أي أشكال سحلية موجودة في مصر كلها مميزات يعني جميلة وإحنا من النهاردة من بداية الطريق والرحلة وإحنا طالعين شايفين كل اللي حضرتك بتحكي المدينة متكاملة طيب أستاذ بادي يعني اللي يكون مثلاً أنا هاجي لشركة بيترهاوس النهاردة وبفكر إن أنا أاخد وحدة هنا في مدينة الجلالة أو في مشروع فيدلة إيه أكتر الحاجات اللي ممكن تخليني أكتر المشروع دا؟ يعني إيه الميزات اللي فيها؟ إيه العائد اللي هيرجع لي أنا لما أنا أاخد وحدة هنا؟ هو طبعاً بالنسبة لمميزات مدينة الجلالة مدى قربها للكاهرة دي أول حاجة ساعة من الكاهرة والدولة بتفوكس برضو على المشروع بتاع مدينة الجلالة عشان مدى قربه برضو للعاصمة الإدرية نص ساعة من العاصمة الإدرية فبالتالي أنا عندي السكن بالحقيقات الحكومية بكل خدمات الدولة موجودة في العاصمة الإدرية بالقرب من مدينة الجلالة مدينة الجلالة كمان مدينة من مدن الجيل الرابع مساحة المدينة 20 ألف فدان المكان بتاع فيدالة مشروعنا دا موقع مش هيتكرر تاني لأن هي تاني وآخر قطع على كورنيش الجلالة الجبلي فبالتالي حتى لو في أي مستثمر هيدخل تاني مدينة الجلالة مش هيكون بالتميز دا فالموقع دا مش هيتكرر تاني الريزورت كمان مدى قربه للجامعة بتاعة الجلالة وده مهم جدا في موضوع الاستثمار والعائد اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي مدى قربه للداونتاون بتاع المدينة خدمات المدينة بالكامل اللي فيها أكبر نفورة ركزة طولها حوالي كيلو ونص بتبتدي منع عند اللوجو بتاع الجلالة وبتنتهي عند نهاية الداونتاون داونتاون فيه كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من كافيهات مطاعم مزارات سياحية أماكن للتصوير أماكن للتسوق فمدى أوربير ريزورت اللي المكان دا برضو بيميزه جدا